النهاردة صلاح في أقل من 50 ديئة مشاركة قدر يقود ليفربول لفوز كبير على بينفورد بربعية في الدولة الإنجليزية صنع هدف لمكالستر وسجل هدف في وقت عانى فيه ليفربول من خروج 3 لاعبين اضطرارياً بسبب الإصابة عودة صلاح النهاردة أمنت ليفربول صدرته للدولة الإنجليزية مستغلاً وقوع الستي في فخ التعادل مع تشالس ونبدأ نقول دايماً ربنا يحمي صلاح فخرنا في كل الدنيا يهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 رجل اللي بيفرحنا دايماً رجل اللي بيساعدنا دايماً فخرنا في كل الدنيا الاسم الأكبر في تاريخ كرة القدم المصرية الاسم اللي بيشرفنا ويرفع راسنا الاسم اللي بيجيب اسم مصري دايماً في ملاعب الدنيا النهاردة هتفة جماهير ليفربول لمحمد صلاح الملك المصري النهاردة محمد صلاح وهو نازل الملعب كبديل بعد عودة طويلة من الإصابة والغياب بسبب كاسي الأمم الأفريقية والإصابة اللي اللي حقت به جماهير ليفربول سعيدة فرحانة العالم كله بيتفرج محمد صلاح عاد صحفة الإنجليزية بعد المباراة أخيراً عاد عاد الملك المصري المصري أنا بس دايماً طول الوقت إيه؟ بتبت على دي قوي بأكد عليها قوي أهمية محمد صلاح هو ذكر اسم مصري في كل ملاعب الدنيا وأهم دوري في العالم الدوري الإنجليزي محمد صلاح النهاردة بيسجل وبيسنع شارك تقريباً في ديئة 43 كبديل بعد عدد من إصابات في ليفربول النهاردة جوتا ويع مصاب جونس ويع مصاب النهاردة كمان نونز ويع مصاب ثلاث لعيبة مصابين النهاردة محمد صلاح يبدع في الشهود التاني في وقت كان المفروض ليفربول يخش في أزمة بس محمد صلاح كافي عمل أسست رائع النهاردة الماكالستر بالمناسبة بالمناسبة يعني ما تزعلوش مني يعني الأسست بيبقى اسمه أسست لو فيه لعب تاني يسجل الأسست ده جول صح كده ولا أ ليه صلاح أهم واحد عامل أسستات في الدولة الإنجليزة بالمناسبة يعني عشان صلاح لما بيدي الكورة لحد بين لعيبة ليفربول بيترجبها لهدف ده يفصل لك ويفاهمك لما بنيجي نقول دايما أجماعة كورنو اللي بيلعب معاهم صلاح أو بيلعب معاهم في ليفربول الكواليتي بتاعهم عامل إزاي الجودة بتاعتهم عاملة إزاي فبيخلوا صلاح كمان يظهر بشكل كويس أرقامه بتبقى أفضل مين اللي بيعمل أسست للصلاح عشان يسجل مين اللي صلاح بيعمله أسست فيسجل فصلاح يتحسيب له أسست فكرة إنه أصل صلاح بيلعب في ليفربول أحسن من منتخم مصر والله دي فكرة فرغة فكرة مش حقيقية فكرة ما ينفعش تبقى منطقية بالعكس لو أنت حسبتها بقى بالورقة والألم فالمجهود والشغل والتعب اللي بيعمله مع محمد صلاح مع منتخم مصر هو أكبر بكتير من اللي بيعمله مع ليفربول عشان في ليفربول فيه أكتر من إيد بتساعد في منتخم مصر مع كامل احترام لكل اللاعبين مش كلهم يقدروا يساعدوا بنفس الجودة اللي بيتعامل بيها محمد صلاح ما بين لعيب ليفربول عموما عشان ما نخشش في حاجات قديمة ومكانات وحاجات من اللي بتوجه على القلب دي خلونا دايما نسعد ونفرح وننبسط للمحمد صلاح لسه مستمر في الملاعب وندعي إنه يكمل أكتر وقت ممكن عشان طول ما هو مكمل احنا عندنا جوهرة حلوة منورة بتلمع ندرة ندرة موجودة في ملاعب أفضل دوري في العالم الدوري الإنجليزي فالإذن ببقى فخرين وفرحانين عشان الحكاية بتاعت محمد صلاح دي مش حكاية بتحصل كل يوم ولا كل شهر ولا كل سنة دي بتحصل يعني يا بغته يا بغته وهناه اللي يعيش قصة وحكاية لاعب مصر زي محمد صلاح يا رب اللي بعدينا يقابله حد زي محمد صلاح يا رب إحنا كمان نقابل محمد صلاح تاني يا رب يحفظ محمد صلاح لأجبر وقت ممكن سيبكم من الحاجات لما منتخب مصر بيخسر بنزعم من محمد صلاح ومن كل العيبة المنتخب ومن المدرب المنتخب ومن اتحاد الكورة ومن الإعلاميين بيبقى زعم من كل الناس مش محمد صلاح لوحده خلونا نفرح بيه عشان قيمة محمد صلاح أكبر بكتير كمان من إن احنا نقف على واحدة اشتركوا في القناة